موضوع البيض يعني هما كانوا بيتكلموا على أساس أن الكوليسترول فيه مرتفع النهاردة بقى اكتشفوا أصناف من الكوليسترول ليست كلها ضارة يعني احنا كان كل الكلام كوليسترول ضار لا اكتشفوا بعد شوية أن فيه كوليسترول على الكسافة ده الجيد فيه كوليسترول المخافض الكسافة اللي هو الضار الـ LDL ده تمام ده اللي هو الضار ما بقاش ضار كله اكتشفوا أن الجزء المؤكسد منه اللي هو الأكسدايزد LDL هو ده اللي بيأز الشرايين والباقي كويس عشان دلوقتي بقى دخلوا في التحاليل لما تيجي تقري تحاليل الدهون هتلاقي بقى الجديد في الأمر كوليسترول تراجلس رايد HDL LDL وحاجة بقى دخلت اسمها non HDL كوليسترول كوليسترول مش جيد ده بقى عبارة عن إيه ده تحليل فيه أكثر من بيتضمن تحتيه خمس أصناف من الكوليسترول غير الجيد مش شرط كلها تبقى عالية يعني فيه حاجة اسمها LBA وفيه حاجة اسمها LBB تمام وفيه الأبو A وفيه حاجة اسمها الأبو B وفيه حاجة اسمها وفيه مادة دخلت في اللعبة مع الكوليسترول اسمها homocysteine طب والبيت فين من كل ده بالرغم أن البيت فيه نسبة عالية من الكوليسترول إلى أن الكوليسترول اللي فيه ليس دار عشان كده بيقولوا الوقت في المدرسة بتقول كل بيت غير ما انت عايز إنما إنما ما ما فيش إجابة في الطب مطلقة واحد زي حالاتي كده حطته عامة في شريان القلب أو عنده ضغط أو عنده سكر أو وزنه زيادة لا يسرف في تناول الكوليسترول اللي هو البيت قصدي يعني هيكل البيت بحد أقصى مرة أو اتنين في الأسبوع يعني تبقاش العملية على المطلق كده بس